الخبر الأول اللي عد عن غاية مروان وسيد ربيوتي والمشكلة اللي صارت بيناتهم فسيد ربيوتي يا حباي بشارة الفولو من نحسنا بغاية مروان بالإنستجرام طبعا بالنسبة ليسي على السبب فصراحة ما عرف ولا ما حتطلع حتى بيهم ولكن ما أدري شون تتوقعها سبب الخلاف اللي صارت بيناتهم وما دخلتها تشيل الفولوكتبنا يا حباي بالكومنتات شون توقعاتكم ننتقل حاليا لأسو شون وصار بي أمها فبعمل نزلت شوت ستوريات شون تقول بيها أن أمها صارها بالمستشفى يوم كامل نزلت اليوم هذا اللي ستوري كانت من داخل المستشفى وقاعدت تدعي الأمها طمع الله شفيه يا ربط منها يا حباب الكون يدعي لها لعله عسد تشافة بإسرع وقت ننتقل حاليا للتهاجم اللي تعرضت لقمر مارسة بكذبها على المتابعين فقبل فترة يا حباب نزلت هذا اللي ستوري يشان ده تعلمي خلالي راح تقطع على التيك توك والأغاني بشهر محرم فهو من الناس تغربوا يا حباب نبيلو السورة اللي قاعدت تنزلها كلها عبارة عن أغاني يشان ده تعلمي خلالي راح تنزل مقطع فده تخير متابعها يريدو يوم الجمعة أو تريدو يوم الأربعاء شوفوا هذا اللي ستور عموتشوفوه وتفتمون بالضبط زائد هم دافاكي أزليكم فيديو اليوتيوب الطبختة الطبختة الصور تمال لأنه طبختة منسف يوم الأربعاء تحديدو يوم الأبعاء؟ تحديدو وما در صراحة قبل حباب بالكمنتات ليست عقدتها الجملة، اما هي بكيف قرارات تختت وغيرات رأيها ننتقل حاليا لويسام تيكت بالتقاوي يا ياسو تيكي للخبر فتشار هذا الفيديو يا حبايب اللي كان من داخل مخيم مالتهم ولي ظهر بيا ياسو يحبايب هواتف مالتهم وكان قاعد يمهي وسام تيكت وحوتي مسام تيكت نزلشوية ستوريات الصبح يا حبايب كان من داخل الخيمة وشان بي صوت ياسو باللستوري مالتا فذي انا اكيد انه رجعت العلاقة بالحب ما بينهم ولما كانوا اثناتهم قاعدوا بنفس الخيمة فاكتونا احبوه بالكومنتاته اللي تفرحاني بهذا الخبر او لا وننتقل حاليا البرخوم المعراوي ونزل شوية تستوريات شان هو ازعلان بها على الوضع القاعدة الصرحانية باللبنان فما اعرف يا حبايب ووضع باللبنان حاليا صار كوش سيئ من ناحية الكهرباء والبنزين الله ساعدهم يا رب ويوفقهم يا رب طبعا شوية شهداء راح حول اليوم ما يجدر اتعكر فالله يرحمهم يا رب لتنسون انه تدعو لهم لالله يساعدهم وقف اياهم رحطكم للسورية برهوم عم تتمو الوضع اكثر اذا مبارح كنت غايم كنت كتير متداية كتير كنت مخنو كتير كنت مزعوج كتير كل شي كتير منه تمام بسبب الوضع اللي عم عيش فيه ولي هو لبنان يعني مو طبيعية اللي عم بيصير فعليا انا هدا ستوري ممكن ما يقدم ولاي اخر بس كل الناس اللي عم تشوف هدا ستوري بحب قللك باشا العيشة بلبنان ابدا مو متل ما انت مفكر العيشة ابدا ابدا مو متل ما انت عايشة صدقني والله هختصر كل شي بستوري واحد مبارح 3 ساعات وانا عم دور على بنزين وبالاخير مع ببيت 3 ساعات تانية وانا عم دور على خبز للبيت لقلي كمان ما لاقيت 10 ساعات بلا كهربا بالبيت عرف بشكل مطبيعي شوب وبرغش وزبالة وشي شي بقرف شي بقرف تمام يعني انا ما تقلي بطلعها تسافر ما بقدر سافر انا مثلي مثلك عايش بالبلد ما بقدر سافر اخي شو بدي قلله خلاص لا تعاتبوني انا ما بقدر سافر فهموا بوصلوا لحباب نهوصات المقطعات المقطعات عجبكم تحطوا للايك شركوا بقناة جنونيكم فهيزيزين من قناة مميكة القصص ومع السلامة